في مكان ما في إدلب قتل الأمريكيون القائد الفعلي لتنظيم القاعدة في سوريا خالد العروري قتلوه بضربة من تلك الضربات التي تختارها أمريكا للقضاء على رؤوس الإرهاب كما في عمليات جراحية دون تورط بري وبفعلية كبيرة لكن كيف مات العروري؟ هذه هي كل القصة حدد موقع الهدف وكالعادة أرسلت الطائرة المسيرة الشهيرة بريدتر أي المفترس هي فعلا مفترسة وكانت تحت صاروخها الوحيد القاتل هيلفاير لكن الصاروخ مختلف هذه المرة فهو نسخة جديدة تماما تدعى R9X هي لا تقتل هدفها بالانفجار بل بالسككين والشفرات ليس القتل رحيما بل قديما قديما فقبل وصوله إلى سيارة العروري أطلق الصاروخ أكثر من أربعين كيلو جراما من المعدن من السككين الصغيرة التي اخترقت جسد زعيم حراس الدين لكن لماذا هذه الطريقة البدائية في القتل؟ الجواب إنه قرار سياسي تماما والمبدأ بسيط كيف تقتل هدفك؟ وكيف تقتله لوحده؟ تقتله دون أضرار جانبية ودون أضرار مادية في المباني وبيوت المدنيين؟ ببساطة تقتل الهدف بصاروخ من السككين وتتجنب أن يشعر المدنيون بأن أمريكا تقتلهم